السلام عليكم أخبركم ايه في فيديو النهاردة هنكمل بقية يونت 7 لكي نكتف 5 الخمسة ابتدائي الدرس الخامس والسادس بيتكلم عن ايه بيتكلم عن بلاجنج بلاجنج التدوين يعني حد عنده بلاج مدونة اونلاين على النت فيكتب عليها الحاجات اللي هو عايز يكتبها ممكن يكون different things أشياء مختلفة بيكتبها في بلاج واحدة في مدونة بتاعته خلاص وهنتكلم برضو في الدرس ده عن unusual homes المنازل غير العادية يعني ايه منازل غير العادية زي المنزل اللي بيبقى مقلوب اسمه upside down اللي هو المنزل المقلوب upside down homes فهنتكلم عن الجزئين دول بس الاول ناخد الكلمات عندي اول حاجة في الكلمات عندي بلاجنج بلاجنج التدوين في مدونة بلاجنج وبتكون online unusual or unusual homes farmhouse يعني بيت ريفي ecological friendly يعني صديق للبيئة ecological احنا اخدنا eco يعني حاجة خاصة بالبيئة يبقى دلوقتي على بعضها ecological صديق للبيئة وfriendly يعني ودود يعني المصطلح كله صديق للبيئة ecological friendly local people اخدناها كتير قبل كده السكان المحليين landscape يعني منظر طبيعي landscape نشوف باقي الفوكاب عندي topic موضوع topic architect architect يعني مهندس معماري architect مهندس معماري air هوى living things الكائنات الحية living things fields حقول fields حقول energy طاقة energy energy holanda netherlands netherlands actually يعني فعليا actually awesome يعني رائع awesome awesome online blog يعني مدونة عن طريق الانترنت احنا قلنا online يعني حاجة على النت أو عن الانترنت فاسمها online upside down يعني حاجة مقلوبة حاجة مقلوبة رأسا على عقب يعني حاجة معكوسة مقلوبة environment سلبية environment عندي هنا الادجكتفز الصفات عندي صفات ايجابية positive وعندي negative ايجابية زي ايه حاجة كويسة زي ايه funny مضحك interesting شايك interesting brilliant brilliant يعني جذاب او رائع cool لطيف cool لطيف friendly ودود awesome رائع أوسم رائع negative adjectives صفات سلبية زي awful awful يعني سيء awful boring boring ممل annoying annoying مزعد نشوف الأفعال والأفعال مهمة change changed work worked use used heat heated plug plugged دي افعال irregular منتظمة نشوف الirregular الغير منتظمة زي write wrote take talk find found think thought عندي هنا write about يكتب عن write about make energy يولد طاقة make energy interesting for مثير لي interesting for at the top يعني في القمة fit in تتلائم مع related to متعلق بي أو متصل بي يعني ايه بلوجينج بلوجينج يعني to write about something in an online blog بلوجينج يعني التدوين يعني ان احنا نكتب عن حاجة ايه في مدونة online ecological ecological يعني حاجة متعلقة بالكائنات الحية وبالبيئة بتاعت الكائنات دي related to living things and their environments حالة نقرأ الجمل دي والجمل دي هتقابلنا دلوقتي لما نقرأ الدرس يقولي داليدا likes blogging about different things يعني داليدا بتحب التدوين عن اشياء مختلفة يبقى اشياء مختلفة اسمها ايه different things different things ويدون عن اسمها blogging about blogging about number two داليدا is writing about unusual homes داليدا بتكتب عن المنازل الغير العادية number three dalida's mom هنا مام الداليدا وده الفاعل is to come an architect architect يعني مهندسة معمارية number four dalida found unusual house in the Netherlands it's upside down داليدا وجدت منزل غير عادي في هولندا طب شكله ايه المنزل الغير عادي ده upside down يعني مقلوب نقرأ بقى الدرس على طول ده كده شكل البلاج المدونة هنا داليدا بتكتب اسمها وهنا بيقول لي blog home يعني ايه الصفحة الرئيسية للمدونة about me يعني عن صاحب المدونة links اللي هي ايه اللينكات او الروابط archive اللي هي الارشيف هنا ايه بنكتب التاريخ هنا when is day it يعني تمانية من شهر نوفمبر طيب الموضوع اسمه ايه unusual homes unusual homes يعني منازل غير عادية هنا داليدا بتكلم عن نفسها بتقول hi my name is dalida اسمي بيكون dalida and i like blogging وانا بحب التدوين about different things عن الاشياء المختلفة this week i am writing about unusual homes الاسبوع ده بقى انا اه بكتب عن unusual homes المنازل غير العادية وده زمن ايه present continuous يعني مدارع مستمر اه الشكل بتاعه بيكون الام والاس والار والverb في ing ولما بجي احط ال ing وبلاقي فعل اخر اي يعني راية اخر اي فبحث في الاي وبحط ال ing خلاص ده حاجة مستمرة في زمن المدارع ايه اه مستمر خلاص يعني حاجة بتحصل دلوقتي فهي مازالت ايه بتكتب عن ايه المنازل غير العادية بيقول لي ايه this topic is very interesting for me الموضوع ده بيكون شايق بالنسبالي because my mom's an architect لان ماما بتكون ايه architect يعني مهندسة معمارية احيانا بقى بتاخدني ونخلي بالنه sometimes بتيجي قبل الفعل الاساسي طالما هو مش verb to be خلاص لو verb to be كنا حطينا verb to be قبل sometimes لو verb تاني يبقى sometimes تيجي الاول علشان لما يجي لي سؤال ترتيب هي احيانا بتاخدني to see some brilliant places علشان اشوف اماكن ايه رائعة it's really awesome حقا ايه ايه رائعة اوسم برضو يعني رائع وبريليانت يعني رائع او مذهل خلاص طيب نكمل كده بتقول I found this unusual house in the Netherlands لقيت فين بقى المنزل الغير العادي ده المنازل الغير العادية لقيتها في هولندا online عن طريق الانترنت it's upside down شكله ايه شكله مقلوب it's actually an old farm house ده فعلا بيت ايه ريفي قديم which people are changing to make it modern الناس بقى بتحاول تغير فيه علشان تخليه حديث وده برضو زمن مضارع ايه مستمر هنا البيب و الجمع فاخدنا are والفرب فيه ing this works هذا بقى ايه يعني الكلام ده this works very well ايه بيشتغل كويس because all the windows are at the top بيقول بقى كل الشبابيك على القمة so you get a lot of light علشان كده بتلاقي ايه كتير دوق شمس كتير داخل بسبب ان الشبابيك موجودة على قمة ايه المنزل خلاص people like it السكان المحليين بيحبو جدا because it fits in very well with the local landscape لانه بيناسب جدا ايه مع المنظر الطبيعي ايه للمكان او للمنطقة دي which is farms and fields تاب المنطقة دي ايه المنظر الطبيعي فيها المزارع والحكول it's also very ecological ده بيكون كمان ايه ايه حاجة مرتبطة بالبيئة وصديقة للبيئة لان ليه بقى لانهم بيستخدوم الهواء they use air water and sun to heat and make energy for the house وكل ده بيطلعوا منه خصوصا الشمس بيطلعوا منها الحرارة علشان ايه ايه تدي طاقة او تولي الطاقة للمنزل خلاص فعل لشان كده بنقول عليها ecological that's so cool that's so cool يعني هذا حقا رائع what do you think of it ايه رأيك فيها والسؤال ده يجينا ترتيب دلوقتي في الاسئلة what اداة الاستفهام ودو فعل مساعد في زمن المدارع البسيط ويو الفعل والفعل الاساسي think يفكر في think of يبقى what do you think of it يبقى لو قول لي ايه رأيك في مثلا المنازل الغير العادية هيقول لي what do you think of unusual homes ايه رأيك في المساكن او المنازل غير العادية do you like it هل بتحبها نشوفوا البلاج التانية المدونة التانية بتاعت سارة والتاريخ بتاعها friday الجمعة 3 من جون من شهر ايه يونيو هنا برضو عن unusual homes المنازل الغير العادية hi my name is سارة انا اسمي سارة i like going online انا بحب ادخل على الانترنت and blogging about unusual things وبكتب كمان عن ايه المنازل الغير العادية last week الاسبوع اللي فات i found unusual house انا شفت بيت غير عادي it was in ancient Egypt كان فين بقى في مصر القديمة it's awesome ده شكله رائع the ancient Egyptians طب المصريين القدماء استخدموا ايه use the mud bricks استخدموا الطوب اللبني او الطوب الطمية to keep their house cool واحنا اخذنا برضو اه الموضوع ده اه في الدرس اللي فات ان المصريين القدماء كانوا بيستخدموا قوالب الطوب اللبنية علشان ايه يبنوا البيوت بتاعتهم the mud bricks made very strong walls طيب القوالب الطوب الطمية دي او من الطين اه بتخلي ايه الحوائد strong قوية it's really cool حقا رائع what do you think of it ايه رأيك فيها do you like it هل حبتها ايه رأيك فيها خلاص دي كانت المدونة التانية والجزء التاني من الدرس كده يكون انتهى الدرس وانا شايفة انه مش صعب خالص احنا بس نحفظ الكلمات الجديدة والدرس نقرأ كويس نقرأ كل جملة ونركز فيها كويس علشان بيجي منها اقلنا اسئلة اسئلة الترتيب اسئلة توصيل اسئلة listening نستمع فنفس الجمل هنستمع لها ونحل صح وغلط فنركز كويس وان شاء الله الفيديوهات الجاية هنحل مع بعض الاسئلة الخاصة بكل الدروس باي باي